بحث رئيس الجمهورية العربية الصحرية إبراهيم غالي الوضع في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب وكذا التسعيد الخطير في ممارسات دولة الاحتلال المغربي من تهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الرئيس إبراهيم غالي ولدت رأسه السبت اجتماعا لهئة الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي الصحروي تترق إلى القمع الوحشي والحصار الخانق وكذا التضييق المستمر للمحتلة المغربية